مساء الخير اعزائي واحباي واصدقائي واخواني ومشجيعي الفورمولا اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من البس استوديو التحليلي لقرات بيت ستوب محمد صالح حلقتنا النهاردة او الاسبوع ده وقت بنتكلم فيها عن جيزة الصين الكبرى والاحداث اللي احنا شفناها فيها وقت السباق وتعليقات وهنشوف اسئلاتكم وتعليقاتكم ونجاوب عليها ونتناقش فيها وزي ما انتم شايفين الموسم دوت موسم غريب اه بتوقعاتك ولا بتطلع مختلفة في كل سباق اه في فرق احنا نتوقعين منها ان هي كانت مسلا ما تحققش انجاز في فرق حقاقت اه في حاجات كتير مختلفة جدا نضم معنا داود سلمان اه نعم والنهاردة اريد ضمن الاحبار برضو لنزلت النهاردة ابدأ احتفل بعيد ميلاد اه السيف رانك وليامز بعيد سبعة وسبعين اه مؤسس فريق وليامز العريق والبطولات الحقاق سير فرانك وليامز اهلا داود مساء الخير اقم حمد مساء الخير لكل المتابعين اه 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 قناعة بتي الساقس اهلا وسهلا اه اه دلوقتي نفتتح الحلقة النهاردة أو الستوديو النهاردة بأن السير فرانك ويليمز هذا من أحد أعمدة تاريخ الفورميلا وان بفريق الويليمز أنه هو عيد ميلاده النهاردة السبعة وسبعين لأنه يصادف يوم عيد ميلاده ستاشر أربعة وستاشر أبريل تمام؟ هو تولد سنة اتنين واربعين وتعتبر كان من من أحد الناس اللي كان لها تأثير على الفورميلا وان يعتبر كدوة الفورميلا وان الراجل ده كان راجل أعمال بريطاني وسائق وميكانيكي سيارات في نفس الوقت وسائق مش سائق سيارات عالية سيارات سباق وهو مؤسس ورئيس فريق ويليمز الفورميلا وان اللي هو من سنة بدأ مرحلة الفورميلا من عام سبعين حتى الآن وطبعا كان له إنجازات وبطولات وأرقام احنا ذكرنا كل حاجات ديني تاريخ طويل جدا على الصفحة كتب ده النهاردة بس هنقول بعض الأرقام سريعا كده للمشجع محب الويليمز عندنا الويليمز بالتأكيد مروان زيادة أولا مروان زيادة أولا أكيد أكيد مروان مشجع للويليمز الأرقام هنقول بعض الأرقام السريعة في تاريخ الويليمز الفورميلا وان إنه حقق بتلت العالم للسائقين سبع مرات وحقق بتلت العالم للصنعين تسع مرات وأنهى 726 سباق جايزة كبرى من وقت انضمامه في الفورميلا وان لم يبدأ 36 سباق في تاريخ عمره في الفورميلا وان بسبب كان مشاكل حصلت للسيارات أو الفريق وهكذا حضر نعتبر أن تاريخه في الفورميلا وان 44 موسم قام بتصنيع 10 محركات اسمي ده كان عدد السائقين طوال تاريخ الفريق الويليمز في الفورميلا وان 67 سائق عدد نمازج السيارات اللي صنحها أو المدز السيارات اللي داخل بها الفورميلا وان 49 سيارة حقق فوز 114 مرة تأهل المركز الأول 128 مرة وأسرع لفكة 133 وحقق منصة 312 مرة وطبعا غير إنه هو حقق تحقيق المركز أول وثاني 33 مرة يعني 33 سباق متصدر في عدد اللفات لسائق يعني الله ما صلى على سيدنا محمد بـ 7584 لفة أو حقق يعني كان متصدر يعني كفائق متصدر أو فائق متصدر وبالنسبة عدد اللفات دي عملت 73 571 كيلو متر هو متصدر في دي أيضا إجمال المسافات السباق اللي هو حقق الآن في تاريخ عمره في الفورميلا وبي كيلو مترات 355 ألف كيلو متر ومتين ستة وخمسين طيب دي كان نحن بنتكلم بس بنعرف أصدقائنا وحبقنا إيه في سير ويليمز وإنجازه مع الفريق الويليمز اللي مشهور معنا نبدأ نخش بقى إيه في حلقة الإزباد المهمة جداً المليئة بالأحداث الدرامية زي ما كنا من قبل وأحداث وتطورات غريبة بطريقة نبدأ بس نحيي لأصدقائنا مطوّق جاء بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومنورين معتوق ومنورين يا شباب أحنا منور أنت كمان عندنا أشرف العبد يقول مساء الخير أخوتي مساء الخير أخي أشرف مساء الخير أخي أشرف مساء الخير أخي معتوق عايزين نبدأ بسؤال كده لطيف جداً بخصوص جهازة السين الكبرى السؤال ده ده ضرب جميع الأزهان ماذا حدث لفراري؟ الفراري تعاني في المنعطفات البطيئة ويعني المعاناة في المنعطفات البطيئة معناها أن الفراري لديها مشكلة في الداون فورس وهذا بات واضحاً جداً لذلك ليس من الغريب أن يكون سباق الصين لصالح مرسيدس ثنائية لصاحل مرسيدس أول وثاني فشاهدنا أن الريد بول كان بإمكانها منافسة الفراري فالفراري كانت تعاني على المنعطفات البطيئة لكن كانت تعوض على الخطوط المستقيمة الآن بات واضحاً مشكلة الداون فورس ليس في سباق الصين بس بل سباق أستراليا سباق البحرين هاقنا في بعض اللفتات سرعين جداً بس هي ظهرت بكوة في الصين نعم نعم في البحرين لا نجد المنعطفات البطيئة اللي موجودة في الصين لا نجدها ولذلك الفراري تميزت في البحرين لكن كان واضح جداً ضعف سيارة الفراري في استراليا كان واضح جداً والدليل أن الريد بول خطفة المركز السالث من الفراري بالضبط وكان وقتها قلنا يمكن سابق حالبة الشوارع بحدها كان دون فورس ومش مناسبة لسه بداية الموسم لفراري وكده بس احنا لقينا ان في يعني في مشكلة مع الفريق في الصين بالتأكيد يعني الفراري لديهم مشكلة مع الداون فورس في المنعطفات البطيئة لذلك يعني ستعاني ان لم تحل المشكلة سريعاً ومشكلة الداون فورس لن تحل بيوم وليلة او بسباق او سباقين ربما تأخذ وقت اكيد ممكن تأخذ المنتصف الموسم كمان لان انا رأيي برضو ان هما تريباً خدوا اتجاه خاطئ في اتجاه الانسيابية والداون فورس بالتأكيد بالتأكيد نعم 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 يعني ده يترتب عليهم لازم يفكروا في بالزبط في طريقة التصميم للانسيابية للسيارة لاني تريباً هو الاتجاه ده واخدهم يعني مش بيتقدموا كده بيتأخروا كل ما بيحصل تحديث في مشكلة بتحصل معاهم بالداون فورس نعم وتريباً احنا لدينا سباق باكو سباق قادم سريع يعني يبقى فيه افضليف بعض الاجزاء فيه بس بعض الاجزاء يعني سباق باكو لن يعني لن يكون فيه منعطفات مثل منعطفات الصين خطوط مستقيمة نعم نعم حلبة متطلبة لكن حلبة متطلبة لقوة المحرك سنرى هنا الأخ أشرف يقول حتى على مستوى التوب سبيت ليزد الأزرع يعني كانت تقوق وين متوق بيقول لي ماذا الفراري بخيلة في التطور يعني يبدو أنا مش شايف أن هي بخيلة هذا أخي محمد هذا لم نراه في تجارب في التجارب الشتوية في التجارب الشتوية كانت الفراري يعني في القمة بمعنى الكلمة لكن التجارب الشتوية نقشنا بكده فيه وقالنا أن هي تعتبر مش رؤية واضحة للموسم لأنه بيحصل تجارب لأجزاء كتير مختلفة مع بعض بالتأكيد أخي محمد لكن يعني أنت في التجارب ترى استقراري يعني السيارة هل السيارة تعاني عند المنعطفات لأنه حلبة برشلونة حلبة متطلبة للداون فورس فكانت الفراري يعني كانت الفراري بمستوى جيد جداً كان بمستوى جيد لكن أنا رأيي أن هي لما بدأ الموسم التحديثات أو الكراءات التي أخذتها من تجارب برشلونة وعلى أساس عاملة التحديثات أظن أن التحديثات دي اتخذت باسلوب ربما صارت بالاتجاه الخاطئ نعم ربما صارت بالاتجاه الخاطئ خادت الاتجاه الخاطئ للأسف احنا بكل مرة بنلاقي أن يعني أنت فين التحديث كل مرة بتجيب تحديث في ثلاث سباقات ما فيش تطور يعني يحس أن هي بسيارة ما تقدمتش بالعكس بسيارة بتبتع دول فرصة بيزيد أكتر مشاكل طيب بالنسبة ده كده احنا تكلمنا بالنسبة لفراري بس نخش لكساي رشيد إن كتبنا بثمان عشر وصف جرام حلوين بيقول مساء الخير أخوكم كساي من العراق أهلا كساي على فكرة أخوك سلمان من العراق إلا أنتو جرام بقى فريق فراري من زمان أخو داود من العراق أيضا فريق فراري من زمان يعتمد على السائق الأوحد ولا يسمحونا بتنافس مفتوح وهذه المسألة ستتدمر العراق بين السائقين هذا أكيد احنا مكلمناش عليها دلوقتي إن كنا لسه ده كان السؤال اللي حيجي يعني التالي يعني عشان نحنا كنا نتكلم على مشكلة فراري من ناحية الإنسيابية وناحية الدول فرصة اللي بيحصل في السباق ليه فراري مش قوية وزي ما احنا شفنا في الويك اند بالكامل فيها مشكلة حتى في نهاية السباق قال نحن نعلم كنا أنه يعني أننا لن نستطيع فعل شيء هنا ما معنى معنى التيم راديو بعد نهاية السباق يعني يخاطب المهندس يقول أنه يعني نحن نعلم أننا لم يكن بإمكاني نافع لشيء هنا بالزبط ومرسيدز كانت بقينا النهاية جيدة جدا في الإنسيابية وفي الدول بالتأكيد 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 طول الفراري كانت العكس طيب نحن نتكلم في الجزء الخاص بالفريف عندنا عشرف العبد يقول يا شباب المصيد استعملت جناح ذو زاوية كبيرة يولد دراك جبير وانحلت مشكلتهم بالجناح الجديد بالنسبة للتوب السبيد وتفوق الفراري فقط باستعادة الطاقة والتصارع بشكل أسرع من الباقين حاليا عن البحرين أتكلم لكن أيضا في الصين أتت بجناح أتت بجناح أصد عليه مشكلة واضطر يعمله عليه تعديل بالضبط بالضبط لم يكن موافقا لخوانين لكن على ما يبدو أن التعديل عندما وافقت عليه قبل بداية السباك يعتبر التحديث اللي هم جابوه للجناح الأمام يساعد أيضا للطريق أن يكون لديه دول فورس جيد والصيارة تبقى جيدة في الصين والدليل على كده الفرق الشاسع اللي حصل في السرع والأزمنة بالتأكيد هنا أخي أشرف أخي أشرف عبد يقول أنه تفوق الفراري فقط في استعادة الطاقة والتسارع أسرع من الباقين حاليا بالتأكيد بالتأكيد بس ده من غير انسيابية جيدة ودون فورس لا يعني لن تستطيع فعل شيء من دون الانسيابية الجيدة الآن يبدو اتجاه الانسيابية للفراري باتجاه خاطر عليهم تصحيح ذلك في أسرع وقت بزرط عندنا متوج محمد بقول الرينو ممكن تكون لها شأن كبير هذا الموسم ولها سائقين ورائعين ولكن نفس المشكلة هيعد في كل السباق هنرجع لها ديت بس إن خلص الجزئية الأول هنخش على الفرق كله لأن في حاجات غريبة حصلت في السباق عندنا دلوقتي احنا خلصنا الجزء بتاع تيم فراري كتيم دلوقتي نرجع لتيم الأوردر الخاص بفراري للوكلير نحن توقعنا إن هو يعني بعد هما ما شافوه في السباقات السابقة لوكلير وصراعيته وكلام ده والسيارة وتحكمه جاد في السيارة ممكن توقع تيم أوردر اللي خسرهم لوكلير الخسر ورقع وراء ماكس في المركز الخامس نعم بالتأكيد بالحقيقة يعني تيم أوردر هي أخي محمد في نهاية المطاف هي وجهات نظر بالتأكيد موجهة نظري وبالمناسبة يعني هذه موجهة نظري وجهة نظر أيضا بعض المتابعين والمحللين قالوا إنهم مع الشراري في في هذا التيم أوردر لأنه فعلا فيتيل كان أسرع من لوكلير فعلا ما هو إحنا لو لاحزنا استخدام الإطارات استراتيجية كانت تعتبر مختلفة أو غريبة شوية يعني ماكس عفوا عفوا لما ماكس دخل للبيت يعني كان التهديد على فيتيل ولذلك أدخلوا فيتيل وآخروا تماما حافية ما دخلوا فيتيل وأندركاته كله والدنيا تزبطت مع فيتيل أنا بأتكلم الساعة الثانية معهم اللي هو لوكليري اللي كان ممكن برضو يحاق يعني فهمتني مركز أرابع أو ممكن مثلاً يعني أقولي أنا كنت حسس من توقيت أنه أسرع من فراري وبعض أجزاء الحلبان في بعض اللفعات أنه أسرع من فيتيل سوري آسف لكن لكن في نهاية السباق تبين أنه فيتيل كان أسرع من لوكلير وشاهدنا لما تجاوز فيتيل لما أعطي التيم أرد إلى فيتيل وتجاوز لوكلير شاهدنا يبتعد صحيح عمل لوكين أغلق المكابح عند نهاية المنعطاء لكن كان يبتعد لكن بعدها بدأ بتسريع وتيتو وبدأ يبتعد بالذب كنت أقولي كان عشان بس نلحق الأصدقاء أنا بيكتبوا كتير وراء بعض عندنا أشرف العبد يقول نعم نعم هو الجناح الجديد أعطاهم توب سبيد عالي ودون فرس هذا قصدي مثل ما تفضلتم شكرا أشرف عندك ساي رشيد هل تتراهنون معي أن بطولة الصنعين ستحصم للسهام الخطية مع نهاية الجولات الأوروبية؟ الله أعلم هو لو فضل الحوار ناشي بالطريقة دي قبل ما تنتهيه أصلاً لو استمرت المرسيدس بهذا الأداء العالي ربما بعد نهاية الجولة يعني لا تستطيع أن تقول بنهاية الجولات الأوروبية عندك الجولة الآسيوية عندك لديك كم سباقين لديك ثلاث سباقات في أمريكا وعندك سباق في أبوظبي يعني متبقي لك ست سباقات فلا تستطيع أن تقول لكن ربما تبتعد بشكل كبير صح إذا استمرت هو الفرق الآن ما بين لا إحنا لو هنتكلم بثلاث الصناعين وصلوا فرق ضخل جداً يعني بين الفرق ما بينهم كم؟ من مية وتلاثين كم حاجة وخمسة؟ سينطيع الرقم بالزرع يعني تقريباً تقريباً يعني تقريباً سبعة وستين نقطة سبعة وستين نقطة سبعة وستين نقطة طيباً رقم كبير من الزغير بالتأكيد لكن لو استمر على العزم من والا سيضيع بثلاث الصناعين منهم بالتأكيد لكن أخي محمد يعني الرياضة الميكانيكية تعرف التانية ما شاء الله عليك لا نذهب بعيداً الموسم الماضي في سباق أوستريا في حلبة رجبول انسحاب مزدوج للمرسيدس بذلك؟ انسحاب مزدوج للمرسيدس وإذا الفراري حققت أول وثاني فالفارق يقل من ستين نقطة إلى كم؟ إلى أشرين نقطة؟ فهذه يعني الرياضات الميكانيكية بالتأكيد أخي الرياضات الميكانيكية لا تستطيع أن تقول أنه الموسم حسم إلا بعدد النقاط لكن نقول أنه إذا استمرت الفراري بهذا الأداء فستخسر وإذا استمرت المرسيدس بهذا الأداء فستكسب البطولة بدون تأكيد عفواً بدون شكل بالتأكيد أكيد أكيد عندنا أحمد شريف يقول فيتن ما حصلوش سبين خير والله إحنا مش عارفين خير بالظبط يعني ما يعني هو في أي أسباق حتى الويكيند دي وقت التجارة ما عملش سبين الرجل يعني يعني ما يعرف عارف هي للنقطة لكن يعني لنتكلم بأمانة يعني أو أي واحد يحصل له حاجة العربية تم مع سبين يعني مشكلة حصلت بسبب عندما يكون برد كبير عندما يكون برد كبير على الساق يعني ربما تحصل أخطاء تحصل أخطاء واردة مش كل الساققين زي بعدي عندنا عارف عبدي بيقول كان على فراري أخطاء إعطاء بشكل أبكر ويدعوهم يتسابقوا أو يدعوهم يتسابقوا أو يدعوهم يعني بشكل أبكر يعني هما في بداية في اللفات الأولى يعني حتى لو أعطوا التيم أوردر بشكل أبكر يعني كان من المستحيل أنه الفراري تخطف المركز الثاني من بوتاس لكن ربما ربما كان كان لوكلير ربما يتعد عن ماكس ويحصل على المركز الرابع ربما لكن ماكس كان سريع جدا يعني ردوا لها إنكاز حلو جدا يعني 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 لو كانت الردبول بمحرك فراري أو مرسيدس لرأينا العجب العجب العجاب يا بزرط عندنا أشرف عبد يقول التوقيت سيء بس كفريق الفريق ينتظر ويقرأ كل الدياتا وهو قادرة بمن أسرع صح أكيد إذا هو كان حصل في اللفة إحنا شوفنا اللفة الأولى إحنا شوفنا في التراك اللفة الأولى حصل بالزبط ما نعمل ما نحن مشتر بزرط كلهم انت فينا كده أول حصل اللفة بداية السباق لوكلير نفسه أسرع تقدم على فيتل حصل بعد كده قدام تريبا الإطارات أو حصل حاجة ما ساعدتش لوكلير إنه هو يبقى سريع عريب من مرسيدس فيتل الإرياد بتقول إنه هو أسرع الدول هو تيم أردل بقى أسرع عادي يعني بتحصل ببعض الفئة كتير يعني مطوّج محمد يقول الفراري لم تخطئ في تيم أردل الأول لما الفريق أعطى فرصة للكلار بضغط لكنه بقى على نفس السرعة لما جعل الفريق يعطي الأمر بفصح المجال لسيبستنبر الفريق لم يخطئ في تيم أردل الأول لما أعطى فرصة للكلير بضغط لكنه بقى على نفس السرعة بالضبط بالتأكيد بالتأكيد هما في البداية يعني أعطوا يعني تنبيه أو يعني إشارة إلى لوكلير أبتعد أضغط فلما شافوا أنه يعني لا يستطيع يعني الابتعاد أكثر فأعطوا التيم أردل ليفسح المجال لفيتير يعني يفسح المجال لفيتير بالتأكيد هذا صحيح بالتأكيد يعني حتى لوكلير قال لما سؤل بعد السباق عن التيم أردل قال يعني لا أستطيع الإجابة أو ربما أتسرع بالإجابة أو أجيب بشكل خاطئ لكن سأنظر إلى الديتا وبعدها سأرى فبالتأكيد يعني أنا أتوقع أنه التيم أردل في مكانه أحمد شريف يقول له وافترضنا أن فراري عملت دابل بيت بيت ستوب يعني قبل مرسيديس بلفه هل ده كان يخلت خلص تاني ورابع أظن صعب لأن فراري مشكلتها داون فورس تسيئ جدا مع حلبة الصين ومرسيديس كانت ثابتة في الخطوط السريعة والمنعطفات الضيئة قد البطيئة الداون فورس كانت جيد جدا معها فما أظنش أنهم كانوا حتى لو عملوا اندركات وسبقوا قبل مرسيديس بكتير يعني لو عملوا عجب العجاب يعني كانت النتيجة هتبقى صعب أنهم يحققوا مركز تاني ورابع طيب تكلمنا دلوقتي عن فراري نخش على مرسيديس مرسيديس طبعا إحنا عارفين لا احنا مش هنالكلام مرسيديس فيش فيها عيبة أولا بسم الله مش الله الفريق يعني عمل إنقلازاتك ويسعى وكان جيد جدا طول الوقت التوقف والمزدوج اللي عملوه في السباة نعم يعني هم لديهم البيانات بالتأكيد لو لم يدخلوا بتوقف مزدوج ربما 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 كانوا فقدوا المركز الثاني للفيتيال ولذلك لما عندهم الدلتا تايم يعني كم تأخر بوتاس خلف لويس بحدود ثانية أو ثانية ونص حتى يعمل الدبل فهذه الدقاء الثانية وثانية هم دولهم الأوردر مع بعض يعني هو كان لويس لو خدنا بنا في الفيديو إن لويس وما بينزلوا السيارة على الأرض كان هو داخل وراه خلاص كان بوتاس نعم ده يبير عجزاء من الثانية نعم 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 كان خلفه توقف قليلا ومباشرة ندخل ده لم يتوقف ده هو كان داخل بياه يعني زبط اتجاه السيارة وورا لويس كان لويس يتحرك على طول نحن بنتكلم على طريقة التفكير الخريق ومغامرته بأنه يعمل توقف مزدوج لسيارتين ألم يستطيع المغامرة أنه ممكن إحدى السيارة الأولى كان يحصلها مشكلة تتعطل أو توقف بالتأكيد يعني لو الفرق تسير بهذا الاتجاه يعني هم لديهم ثقة بموثوقية سيارتهم فريق المرسيدس أنا لست أتحدث عن السيارة نفسها أنا أتحدث عن الميكانيكيين وضع طبيعي أن يحصل المسدس فك البراغي بتاع السيارة الإطارات يحصل فيه مشكلة إحدى الميكانيكيين يكون بطيء أجزاء من الثانية يتسبب في عطل السيارتين وورا بعد يعني يدعى طبق مغامرة صعبة جدا مغامرة مغامرة لكن الفريق يتدرب على مثل هذه التوقفات يتدرب على المسدوج يتوقع على السيارة واحدة وليس السيارتين حتى السيارتين يتدربون عليها وبالمناسبة بالنسبة لهذا المسدس اللي يفتح ماسك الآلية المسك الإطار كل واحد لديه يعني مسدس احتياط جمعا يعني قربا أنا فاهم أنا معاكل لا أنا دائما بنشوفه في السباقات كتير ومن فرق السلاسة بكمة أحيانا بيحصل إن إحدى ميكانيكين حصل خطأ في تركيب الإطار أو في تركيب البرغي المثبت للإطار فالميكانيكي بتعطى بتلاقي فرقة عدة ثواني أنا لو هغامل أنا دخل السيارتين ما أنا عاصل له مشكلة أي فريق ما بيدخل يدخل السيارة تخلص الثانية تخش بعد كده لفة بعدها أو بعدها بمتصف تفاق لو هي أفضل برسيدس دخل اللي اتنين في نفس التوقيت اللي اتنين كان ممكن لو حصل مشكلة في تركيب إطارات لويس هاملتون كان اللي اتنين هيتعطلوا كانوا اللي اتنين هيخسروا انت معايا في النقطة اللي أنا أصدها يعني هي مجاسفة مجاسفة هي حلوة جدا وقوية جدا وخلت في تشويق في السباق اللي هم عملوه والناس حبت المدوق ده بس هي اعتبر مجاسفة فيها خطورة عالية نعم لكن هذا النوع من التوقفات المرسيدس وكل الفرق كل فرق المقدمة مرسيدس فراري ردبول يعني يتدربون على هذه النوعية من التوقفات توقف مزدوج والتوقف الأحادي المزدوج عمره ما فيش احنا شفتنا فرق عملته بكده لا 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 فيه كثير عمل في السابق يعني لا تحضرني لا لا اعملوه بس اعملوه بس خد بس لو اخدنا بفرق توقيت ما بين السيارتين لا بيكون هو الثاني لسه على اول خط البيتلين بيخش بيكون الثاني اصلا خلص ففيه فرق عدة ثواني فعدة ثواني دي تنكز السيارة الاولى لو فيه مشكلة يلحقوها وتلحق السيارة التانية لما الاثنين لو احنا رجعنا الفيديو الاثنين يعني اعتبر نعم نعم في نفس الوقت في نفس الوقت نعم صح 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 اعلم خمس مرات والان يعني يحرز الثنائية ثلاث سباقات متتالية يعني في بداية الموسم لم يفعلها الا فريق وليامز منذ يعني من كم سبعة وعشرين سنة مقابل سبعة وعشرين سنة من ثنين وتسعين ثلاث سبعة وعشرين سنة يوسريف ويوسريف ألم تلاحظه ثواني معلش ألم تلاحظه ان لو كلير بدأ بخلق بالكبارة وجو مكهرب في الفريق بعد تزمره عبر الراديو ولعب دور المظلوم والعالم يسمع تجاهله اوامر الفريق ومن بعدها دخل في الجدال مع المهندسين مع انه كان يعلم مسبق انه جاء لدعم الفريق وان الساق الاول هو فتل اما لو كلير فالمستقبل امامه حذره بنيتو بفعل ذلك مرة اخرى لانه يضر بسوته ففا تلاحمه اظن ان كان على الفرياري الصبر عام اخر لاستخدام لو كلير لان بعض من الغور بدأ يسيطر عليه لا يعني ليست الى هذه الدرجة يخلق بلبلة هذه التسابق موجود لو كلير تجاوز فتل عند الانطلاقة وهذا من حق انه يحتفظ بالمركز وكان سريع اصرع منه عند الانطلاقة نعم لكن انا شفنا العداء بسهولة نتجاوزه بسهولة لا يعني انت لو دققت بالانطلاقة يعني اللي اخر انطلاقة فتل هو بوتاس يعني انطلاقة بوتاس كانت متأخرة ذلك فتل حاول الذهاب الى الداخل لكن كان لو كلير الى يمينا فعاد وذهب الى الخارج لما ذهب الى الخارج كان خروجة من نهاية الخط المستقيم يعني على الواسع لذلك لو كلير تجاوز عند المنعطف كان تجاوزوا وبعد عنه مسافة فكان اصرع من الفترة ما في وقت السباء وبعد كده اصبح بطيء وفيتيل اسرع حتى احنا لما شفناه في سباء البحرين لو كلير ايضا كان سريع لا لو كلير كان واضح بس كان سريع هو كان بيقص لنقطة مصلحته ومصلحت الفريق في نفس الوقت انه هو كل ما يتقدم حق نقاط لو كان اسرع يبقى افضل انما لو هيفضل مستني اوامر الفريق بالضبط لكن لكن في البحرين كان كان لكلير اسرع بالضبط وعنرجع لحاجة بونيتو اكد كذا مرة بونيتو كذا اكد كذا مرة ان هما هيخليهم تصفقوا وانهما ابعد ما كانوا قالوا في الاول قبل بداية الموسم ان هما يبقى سائق اول فتر ولو كلير تاني بس مع الموسم لما بدأ قالوا ان هما لا هيشوفوا مين الليل الافضل والاسرع وده الهير يساعدوا ويبقى ليه الافضل ايضا احنا لو عنرجع لبينيتو قال ايه بينيتو بغار في كلام احنا لديهم البيانات احنا لديهم البيانات احنا لديهم البيانات الخاصة لكل لفة وكيفية الاداء لديهم فلما يعطون تيم اردار للو كلير بافساح المجال لفتيل فهذا يعني هذا الا سبب وفعلا احنا نحن شاهدنا انه تيم اردار كان صحيح لانه فيتيل ابتعد عن لو كلير هذا معناه انه فعلا لو كلير كان ابطع من فيتيل لكن في البحرين كان لو كلير الاسرع عندنا مطوك محمد اقوى توقف في تاريخ الفورميلا وان وان والتزام رهيب بالتحدي التوقيت يعني فريق ابطع العالم خمس مرات يعني هذه الامور كلها يتجربوا عليها تأكيد عندنا مطوك برضو يقول مرسيدس فريق لا يكل ولا يهدأ دائما يطور حتى لو كان متقدم على الفرق الاخرى دائما يعمل على مزيد تطور عكس الفراري تماما بص هو الفرق كلها بتعمل التطور على حسب امكانياتها لو احنا نتكلم على فرق الكمة زي مرسيدس والفراري والريدبول هم ما بيتطوروا بس كل واحد له اسلوبه على حسب اسلوبه وادارة الادارة اللي مسك الفريق ومنظرها للتطور ده يمشي فعاني خط فيه ممكن التطور اه جيد فيه تطور كان سيء واخد منعطف غريب فيه تطور بيستمر فيه تحاسم ان كنشان هابناخد بقى انا منه فحب بعض السباقات بس هما ايه بيبقوا كل الداتا عندهم هما عارفين هما بيعملون فهي دي صعب ايه يعني نقول الفرق الاخرى تطور فيه فرق بقى بيبقى صعب التطور لو هنتكلم بخصوص التحديثات وكلام ده كله بيبقى راجع للميزانية راجع لامكانيات الفريق ككل انما صعب ان احنا نقول مثلا ان الفراري مش بتتطور زي مرسيدس بيسوع الفكرة التطور ده ليه عدة اتجاهات او كله غريب حسب هو واخده بمنظور الاتجاه ده ازاي تاكيد عندنا كوساي رشيد اللي بيحصل بين فيتل ولوكلير حصل في الماضي بين فيتل مع ريكاردو ريكاردو او ريشاردو ايه ريشاردو انا عام 2 هان صحيحة ايه في او ريشاردو في اول موسم يعني فيه قصة فيه موسم 2014 نعم تمام الموسم فيه بداية يعني لا نستطيع ان الموسم فيه بداية لا نستطيع ان نقول انه يعني السيناريو نفس السيناريو سيحصل مع فيتل بالعكس فيتل في موسم 2014 كان كان يعاني من اولا انزلاقات سيارة حتى في وقت هلموت ماركو قال قال يجب ان يعني يغير فيتل من طريقة قيادته او يجد حل ما للانزلاقات التي يعاني منها بسبب الترك العالي بسبب هذه المحركات لانه لو لاحظنا انه يعني في المحركات الجيل السابق اللي هي محركات V8 هذا الجيل من المحركات لديه ترك عالي ولذلك عندما تعود بصورة عدائية على دواسة الوقود يحصل التفاب في السيارة كما حصل في البحرين فيتل كان يعاني من هذه الانزلاقات وايضا كان يعني مجغول بالانتقال لفراري لذلك ايضا كريستيان هورنر اللي هو قريب جدا من فيتل وايضا قال افضل من قادل الريد بول هو فيتل قال انه فيتل كان مشوش الذهن بسبب الانتقال الى فراري لذلك يعني هذه الامور تحصل يعني سائق يعني كذا موضوع في ذهنه يفكر كثيرا يعني ممكن لكن اللي ننتظر ونرى ربما يتكرر السيناريو ربما لا يتكرر يعني هي ليست بوجهات نظر لكن انا شخصيا انا شخصيا يعني لا اتوقع انه السيناريو نفسه يتكرر كالذي حصل في الانتقال بالزبط يعني ده طبيعي عمر وارد بيحصل في كل الفرع على فكرة ولاحظنا بيبفيه سائق جاي جديد شاباب متحمس مزاق جنبيه سائق عنده خبرة خبرة ده موزون تقيد شوية بجعب كذا بيبفيه الفريق بيخليهم التنفسه لا ما بيخليهم التنفسه بيخليهم فيه اول وتاني كل فريق وليه ظروفه بس ده بيتكرر على مر التاريخ في السباقات كلها هتلاقيها راجع تاريخ اي فريق وتاريخ اي سائق هتلاقي نفس الموقف دي بتحصل ان السائقين في نفس الفريق بينفسوا بعض السائقين واحد مفود لي اولوية التاني لا واخدوا الحماس بالزيادة بلاش احنا عندنا ماكس بيعمل ليه كان بيعمل ليه مع ريتشاردو او ريكاردو نفس اللي كان حصل مع فيتلا وريتشاردو يعني بيتكرر لا بيتكرر بيبقى الامور واضحة بطريقة قوية الزاولة بلاش الفريقين بتوعى فورس انديا الموسم اللي فاتوا اللي قبل ولا الويليامس السائقين كانوا بيعملوا في بعض طيباً كالنص خرجهم من الموسم حوادث بسبب منافسة منهم من باح صح صح بين اوكون وبريز في سبا تذكر في سبا؟ العام الماضي لا نذهب بعيداً كانوا بيحيوا بعض تحية ما حصلتش بصراحة العام الماضي او العام القابلة 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 كلاي قبلهth 2017 اه لو تتكلمنا بذلك في سبيلات المارسيديس بطريقة جميلة خالص نذهب بعد ذلك على الثالث بعدهم الريدبل وال Разور الرنون أنا حاسس إن هت حاطبة تبقى قريبة من الفراري و skins strawberry الجميلة دا رأييا لو منظر ما بين الثلاثة هذا الرأي بالسلوب أو بالطريقة الدوء بيلف名 tout Australian ليس تبقى بعيد وهيبقى المنافسة بينه وبين فراري فقط وليس مرسيدس لكن أخي محمد أنا أتوقع أنه يعني أن الريد بول ينافس الفراري هذه صعب لأنه يعني الحلبات اللي تطلب فقط الداون فورس يعني قليلة يعني حلبات يعني والتجاوز بيها يعني لا يكاد يذكر يعني كم حلب عندنا القادمة موناكو اسبانيا هنغاريا وسنغافورة والمكسيك يعني أربع سباقات في حين متبقي إلك أربع حلبات أقصد في حين متبقي لك كم حلبة تستطيع يعني أو بس إحنا شايفين في تحسن جيد للريد بول بيحصل مع السباق محمد لديهم أدريان نيوي أدريان نيوي قصة لحالها يعني يعني في مستقلب ذاته فأدريان نيوي يعني عندنا أدريان نيوي ومحركات هندا المفروض من المحدثة في تحسن المفروض يعني آخر الأخبار تقول أنه ربما على سباق باكو سيحصلون على المحرك الأحدث وربما عشرين حصان إضافية من هون باكو أو سباق؟ باكو السباق القادم في باكو وحلبة متطلبة للمحركات حلبة متطلبة لقوات المحركات لذلك يحتاجون هذه العشرين حصان يعني إحنا شايفين دلوقتي إن ريدبول ماكس قريب جداً في قيادته وسريع جداً مع قريب من الفراري يعني هو الغد دلوقتي هو السيارتين للريدبول جابوا اتنين وخمسين نقطة وفراري تهتا وسبعين في الفرق إضائيل ممكن يحصل يتعوض يبقوا قريبين جداً فأنا بتكلم إن فراري لو استمرت في نفس الاتجاح للخاطئ في تصميم الانسيابية ومشاكل داون فورس على نلاقي الريدبول بتنفس معها وأصبحت مرسيدس عالم أخر نعمل 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 أنه الفراري تتحسن وتعود للمنافسة يعني هذا في صالح المشاكل نعمل قد يحصل مثل الموسم الماضي مرسيدس كانت متأخرة ولكن قاد من المنتصف الموصف وانطلقت فالضبط ربما ربما يعني كل شيء وارد كل شيء وارد لكن المرسيدس يعني بدأت بداية قوية جداً هذا الموسم أن تتأخر يعني هذا ربما صعب ربما لا أحد يعلم ما الذي سيحصل لكن تعرف أنت رياضة المحركات في سباق أو سباقين تنقلب الأمور رأساً على عقب نذكر موسم 2017 سباقين فتيل خسار البطولة بها سباقين سنغافورة وبعدها اليابان خلاص خرج من البطولة نحن كان يناقش بالضبط ننتظر ونشوف الموسم يعمل ما مع الرد والفراري نيجي للفريق الرابع بتاعنا اللطيف رينو رينو مخش على القصية لكي يقول غريب فريق رينو المستوى الهزيل على الرغم من أن لهم باع طويل في البطولة وأقصد من ناحية المحركات من ناحية المحركات في الحقبة السابقة حقبة الـ V8 كان تقريباً أقوى محرك هو محرك الرينو هم عندهم مشاكل من سبب مداخل الحقبة الجديدة لما انتقلنا إلى هذه الحقبة حقبة الـ V6 مع التوربو تشارجر وشحن التوربيتي التوربيني والإيرز منظومة الإيرز شاهدنا أنه في البداية كان متفوق محرك المرسيدس في عالم آخر والفراري والرينو تتنافس فيما بينها لكن بعدها بموسمين الفراري تقدمت على الرينو في موسمين آخرين الفراري ربما أصبحت أقوى من محرك المرسيدس بالتأكيد والرينو لا زالت في نفس في نفس المكان لم تطور المحرك محركات الرينو والذي نشوفه المشاكل اللي بتحصل منها سواء مع فريق الرينو أو الماكلارين اللي بيستخدم محركات رينو نعم وحدات الطاقة سواء محركة أو الأجزاء الأخرى حتى الآن ودي بداية مش مجيدة ولا مباشرة لرينو وماكلارين مع بعض بالضبط في أول سباق تسبب انسحاب ساينز من سباق أستراليا وأيضا نشب الحريق في السيارة بالضبط وفي سباق البحرين انسحاب مزدوج للرينو وفي سباق الصين انسحاب هالكينبيرد مع الـMG UK فهذه على رينو أن تعالج هذه المشاكل الموثوقية مع أن المفروض حسب علمنا أو المعلومات التي وصلنا لها أن الـMG UK وبعد الأجزاء حصل لها تحديث وعادة تصميم مرة أخرى بالماتيريا الأخرى بعد الحريق اللي حصل في السباق الأول في أستراليا بسبب المشاكل هذه فهما غيروا الـMG UK ولأنه بعد الـMGD لسباق البحرين ولسباق الصين ومع ذلك نفس المشكلة متكررة معهم بالضبط بالضبط فهذه يعني لا أعلم على رينو أن تجد حل بأسرع وقت وإلا سينتهي المطاف بهم في مؤخرة فرق الوسط لا أقول في ربما فريق حاس يأتي وينافس لدينا أيضا أثبت كفاءة جيدة ونتائج جيدة فريق الـRace Point فعلا رينو نجد حل بصورة سريعة لديها سائقين رائعين لكن ما ينقصها هو مشاكل الموثوقية حتى محرك الـHunda الذي كان يعان من مشاكل موثوقية كبرى مع الماكلارن رأينا الموسم الماضي وهذا الموسم لا توجد هذه المشاكل حلوه يعني الـHunda حلت هذه المشاكل ورينو لا زالت متراجع عليهم أن يجد حل بأسرع لديها مشكلة موسيقية عندنا يوزر سيف بيقول أيها الزملاء قد سمعنا من بيتل بعد نهاية تجارب التأهلية قولوا عبدالراديو واحتلالوا مركز الانتلاق الثالث قال أننا نحن نعلن أننا كنا نستطيع أن نتعالها في الصين هل هذا يعني الفريق المتخوفة من شيء ما في السيارة وأنهم ينتظرون مروض ستة أو سبع جولات للاستعمال المحرك المطور وحل ومشكلة الإنسابية والخص الضيق للسيارة؟ هو يمكن أن يوصل حل مشكلة الإنسابية والخص الضيق للسيارة نعم نعم هذه يعني فيتل لما قال أنه يعني نحن نعرف نحن نعلم أنها يعني أننا لن نستطيع يعني لم نكن نستطيع أن نفعلها لأنهم يعرفون أنه سيارة الفراري بطيئة عند المناطفات البطيئة لا هو هنا بيقول أي ذو نحن نعلم لا هو بيقول أن فيتل لال بعد الـ نعم 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 يعني أننا كنا نستطيع وليس لن نستطيع بيقول أننا كنا نستطيع أن نفعلها في الصين يعني لا أعلم لكن الواضح في سباق الصين في التجارب يعني عند محاكات السباق وفي التجارب الحرة الثالثة وبالذات في التجارب التأهيلية كانت الفراري بعيدة بثلاثة عشر من الثانية عن المرسيدس وهذا يعني ثلاثة عشر من الثانية يعني رقم كبير جدا يعني هم يعلمون يعني هم الفراري تعلم أن لديها مشكلة في الداون فورس واتجاه تطوير السيارة للداون فورس يسير باتجاه خاطر بالضبط هم عندهم مشكلة في الانسيابية وتصميمها ربنا يستر إيه ونشوف دلوقتي طيب نخش على اللي بعده فريق ألفا روميون ألفا روميون ما راك في ألفا روميون في عودته أول موسم ليل في عودته للفوربيلون رائعة حتى الآن عودة رائعة عودة رائعة للألفا روميون وخاصة مع كيمي رايكونن ثلاث سباقات يحقق في مراكز النقاط وأيضا يتأهل لكيو ثري كيمي يعني سائق معروف بقابليته وبمهارته بطل عالم والآن يثبت أنه لا زال لديه شغف التسابق وألفا روميون في موقع جيد جدا في موقع جيد جدا لكن الحال ليس جيدا مع جوفيناتزي أنتونيو جوفيناتزي نرى كيمي حقق النقاط في ثلاث سباقات متتالية أنا أتوقع أن ألفا روميون هذه السنة سيحارب في سينافس مع فرق الوسط هو بنفس رينو من الآن هما الاثنين متعدلين في النقاط كل واحد 12 نقطة وإذا استمر رينو في إخفاقاته في هذا الشكل سنجد الفروميون بسجل نقاط ويتعدى ربما بالتأكيد وذلك قلت أنه على الرينو أن تحل مشاكل الموثوقية وإلا سينتهي بها المطاف ربما في العام الماضي كانت في المركز الرابع أفضل فرقة الوسط لكن في هذا الموسم يبدو أن الأمور لحد الآن لا تسير بالاتجاه الصحيح كوساي رشيد يقول الشيء الجميل في هذا الموسم ظهور أكثر من نصائق روكي في مستوى ممتاز ويبشر بخير بالتأكيد والدليل أليكزاندر ألبوم أليكس ألبون حصل ساقة اليوم في سباق الصين والآن في بعض المحللين يقولون ربما الريد بول الريد بول سيبدأ بدراسة توقيتات أليكزاندر ألبوم وإذا استمر بيير غازلي بهذا المستوى الضعيف ربما سيعاد إلى فريق التورو روسو ويتم التبديل مع أليكزاندر ألبوم يرقى إلى فريق الريد بول وربما بيير غازلي يعود لأنه الفارق بين بيير غازلي وماكس ستة وثلاثين ثانية ستة وثلاثين ثانية بنفس السيارة هذا رقم كبير جداً لذلك أنا أتوقع أما بالنسبة لدانيال كيذيات للأسف هذا الحادث ربما حرق الأمل الأخير لعودته إلى الريد بول لكن في السباقات القادمة لو تمكن من تسجيل النقاط وعدم الذهاب للحوادث بشكل عدائي في الفيلم العطفات ربما يتم ترقيته إلى وإذا استمر بيير غازلي بهذا المستوى ربما سيتم تبديل على بعد منتصف الموسم يعني ليس الآن لكن بعد منتصف الموسم ربما أهواء ألبون أيضاً لولا الحادث اللي حصل له في التجارب الحرة الثالثة أنطلق من البتلين بذلك كنا رأينا حاز المركز العاشر كنا رأينا أنه كان ممكن نحق نتيجة جيدة في الكواليفاين وكان نحق نتيجة جيدة أعلى من المركز العشر في السباق بالتأكيد بالتأكيد بالنسبة لفريق ترقصه تعتبر جيدة جداً وبالنسبة للمستواهم كده وكاروكي طيب نخش عندينا مين يوزر سيف فريق فراري إيطالي أكثر من اللازم لا أعطي عقبكم على ذلك وبع كده بيقول من ناحية الاستراتيجية الفريق ضعيف والريد بول هو الأقوى بالنسبة لفريق فراري إيطالي أكثر من اللازم هذا هذا ليس اليوم هذا من قبل ثلاث مواسم أو أربع مواسم أو ربما خمس مواسم نعم يحتاج إلى التطعيم هذا ليس رأيي بيرني أكلستين قال هذا الشي فريق فراري فيه مشكلة بواقع عام من سنة 2008 نعم ده آخر موسم فيه جاء يعني هو بداية فراري حاجة بتحصل للكيرفي تخليه ينزل كده مش مستكر وشوية وشوية يطلع بكده يرجع من 2008 فيه حاجة مش مزبوطة وصحيح أنه هو فعلا كله إيطالي على فكرة مرسيديس بنسبة فوق 90% إنجليز تبعوا عارفين المركة الألمانية مصنحها وفريقها في بريطانيا كل اللي جغالين فيه إنجليز مفيش غير توتو وولف مش عاب جنسي توتو وولف نمساوي توتو وولف نمساوي من نمسا نيكيلاودا نمساوي بالزق من النمسا نيكيلاودا عندك الهولندي بوتاس يعني إحنا بنتكلم يعني أعتبر بقيت أعضاء الفريق كان يكون مهندسين معروف أنه بريطانيا فهي الفكرة سواء كان هو بالإجمال كفريق كله إيطاليين أو انضم لي التوجه أو التفكير الخاص بإدارة الفريق لازم يحصل فيها كواجه عام من أصغر أصغر الشخص الأكبر شخص فيه لازم تتغير إنه هو فيه مشكلة في الموضوع دوت إنه مهما غيره مديرين غيره مهندسين طيبا نفس المشاكل بتتكرر شوف أخي محمد يعني هذا الموضوع يعني تكلمنا فيه يعني قبل أيام ناقشنا بهذا الموضوع في كل في كل يعني الرياضات الجماعية في العالم لا يبقى فريق على قمة مستحيل لا يبقى فريق على قمة مثلا فريق فراري بدأ من متى بدأ بالسيطرة على بطولة العالم من 1999 فاز ببطولة الصانعين قبلها قبلها كم سنة بقى بدون بطولة هذه واحد من 10 سنوات يعني أكثر أكثر من 10 سنوات فبدأ بالضبط يعني بدأ مستوى الفريق يتصاعد إلى أن وصل في 2004 إلى القمة بعد 2004 خسر بطولة العالم مرتين لفريق رينو وبعدها فاز بطولة العالم الأخيرة مع كيمي وبعدها بدأ يعني المنحني بالتنازل بدأ يتنازل وصل إلى أسوأ نقطة في موسم 2014 لكن بعد موسم 2014 لو تلاحظ منحنة منحنة الفريق بدأ بالتصاعد أولا عندي هنا بص لما أخذ طرف الصانعين كان فراري ده فريق فراري هنكلم 61 و64 و75 شوف الفرد 64 ل75 77 79 وبعد كده من 82 و83 وبعد كده مفيش أي حاجة وبدأ رجع 99 و200 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 2003 و400 12 وكغ وعلى 28 ومن الثانية وربنا يق Give you ut كم سنة؟ 16 سنة؟ فهذه يعني ليست.. ليست.. أنت عندك يا.. ما هي.. بص يا متكرره يعني، هو دخل الفورميلا سنة 50 محققش إنجازات في تاريخ الفورميلا مش الجايزة الكبرى عشان بس فهمين عن أن بعضهم بيخطأ في القسم يعني الجايزة الكبرى بدأت من قبل الفورميلا ون تم إضافة كلمة فورميلا ون للجايزة الكبرى من سنة 50 بعد اسمها بطولة الفورميلا ون للجايزة الكبرى إحنا عندنا لبداية تاريخ الفورميلا ون الفراري فازت أول بطولة صانعين لها كانت سنة واحد وستين لما احنا عارفين أن بطولة الصانعين لم تكن موجودة في الفورمال قبل السفر تمانية وخمسين؟ تمانية وخمسين أو تسعة وخمسين طبعاً في الحدود دي فحققت أول بطولة الصانعين واحد وستين أربعة وستين وبعد كده من خمسة وستين إلى أربعة وسبعين لم تحقق أي شيء رجعت خمسة وسبعين خمسة وسبعين وستة وسبعين سبعة وسبعين وبعد كده قعدت تمانية وسبعين لم تحقق شيء ورجعت تسعة وسبعين بعد كده قعدت سنتين ورجعت سنة تنة وتمانين وتلاتة وتمانين وبعد كده غابت رجعت سنة تسعة وتسعين فاللي هو إيه؟ عادي أعرف كده إحنا دخلنا أرينا تاريخ كل فريق هنلاقي الموضوع ده بيتكرر مع كل الفرق الحائط بطولات كصانعين وكصائقين إن بيجوا فترات الكيرف يطلع وينزل وكلام ده كله هو فارغ هذه ليست حال الصغر ملوان كل الرياضات لنأخذ مثلا كرة القدم خذ أي فريق يصل إلى القمة وبعدها ينزل إلى أسوأ نقطة ثم يعود بعدها فهذه لا يوجد فريق يبقى على القمة بزفت ويجبا في عوام كدير داخلها الإدارة المهندسين والناس التكنيك خذ مثلا أخي أخي ما تخذ مثلا الريد بول الريد بول ساكرة أربع ساكرة أربع ساكرة أربع ساكرة أخرى مثلا مش أعرف وأنا أقول لك أنا أعجب يعني أنت عندك لو حسب من بداية الفورمولة حتى الآن سنة خمسين حتى الآن كل فترة زمنية من الفترات ديت في تاريخ الفورمولة بتبقى لها علاقة بمحرك وصيارة معينة استخدمت في الجيل زي V8 والV10 والكلام ده كله فهو أنت هتلاقي أن في فريق تلع بقوة في فترة المحركات دي تسيطر عليها وهو اللي تفوق في صناعة المحرك وتفوق في السيارة تصميم السيارة والكلام ده كله وقدر يوصل للصيغة كاملة لحقق الفوز والسيطرة مرسيدس أبليها الريدبول أبليها فراري أبليها رينو كازا مكلاري تاريخ الفورمولة كله بيقول الكلام ده يقول كل حقبة من حقابات السيارات والمحركات بتلاقي أن في فريق أو اتنين ظهر هم المسيطرين على الحق بالضبط بالضبط حتى أشرف يقول كل حقبة تغيير قوانين تختلف موازين الطواب بالتأكيد بالتأكيد طبعا أنا بس أحمد بوريشا أنا من مشجع الفراري وأزن أن استراتيجية الفريق طاليك بسباق درجات هوائية أكثر من سباق فورمولة واحد لا يعني هذا يعني ليس بالكلام الدقيق يعني ربما لديهم أخطاء لكن يبقى فريق الفراري يعني ربما لديه ضعف بستراتيجية لكن يعني هم يعني يتخذون القرارات طبقا للبيانات الخاصة بكل سائق في كل لفة وفي كل مقبعة لذلك كل الفرق كل الفرق بالضغط لديهم برامج على الحاسوب يعني تذكر مشكلة يعني لا نذهب بعيدا الموسم الماضي نذكر مشكلة لويس هاملتن في السيفتي كار لما فيتيال كان بالمركز الثالث دخل كيمي وبعدها دخل لويس هاملتن وبعدها ظهرت السيفتي كار في فيرتشور سيفتي كار دخل فيتيال وخرج أمامهم فلما عندما استفسر لويس هاملتن ما الذي حدث يا رفاق أجابوا نحن ندقق وبعد السباق توتو أفقال كان خطأ في الدلتا تايم الدلتا تايم هو برنامج يعني يحسبون به في الفوارق الزمنية بين السائقين ولو تدخل لو دخلت السيفتي كار أو حدث اندرك هذه كلها يعني تحسب في هذه البرامج فكان لديهم خطأ في الدلتا تاني ولذلك فيتيال التفوق على لويس أنا أقرب لكم الدلتا دي بمثال أنا أقرب لهم الدلتا دي عشان برضو يتخيلوها بمثال إحنا بنحطه بكل سباق الدلتا اللي هي بتاعت أداء الفرق وقت السباق في المناطفات السريعة والبطيعة والخطوط المستقيمة دوت هما بيبقى عندهم بقى برامج متخصصة في كل شيء متخص بيحصل على وقت السباق الحلبة سواء في التجارة وفي التآفل وفي السباق خاص بالسائقين والسائقين الآخرين بيديموا البيانات لو تفتكروا جدول الرسم البيانة اللي أنا بجيبه اللي هو مقسم دوت الفرق بيبقى عندها كل الرسم دوت بيتشوف أداءها وأداء الفرق الآخرين بالنسبة ليهم بالثواني بالموجة بفوق بالمينوس تحت يعني أنا بتقدم ولا بتأخر أنا بعمل حاجة أحسن ولا لا هناك فرق أنت كل ما عندك كل ما عندك المفهود بيبقى أقل مثلا في المناطفات أقل في الخطوة السريعة بيبقى أنت أحسن بتبقى أفضل الزاد يبقى فيه مشكلة أنا خبني أدينا موذج مثال وليس كل ده بيتطبقى بسمع بيبقى عندهم البرامج هي بتطلع الـ data بالمنظر ده بيبدأ يقيم ويشوف أداءه وعلى أساسه بيحط الإستراتيجات ويحط حكمه إن إيه اللي يتعمل واحد، اثنين، اثنين، واحد كلام ده كله حتى وقتها يتليم بيبقى تيم ريديو وبلغوا السائقين أحاول بلان بي، بلان سي مش عارف تخليم أغير أعمل إيه على كذا بالظبط، كل ده بيبقى نتيجة الـ data طيب، الـ data اللي تطلع لهم في نفس الوقت طول مع كل ثانية في السباق قدامهم على أساس بيقدروا يحكموا على أساس هذه الـ data احسد بقى مشاكل إن الفريق استراتيجية كله بيبقى ليه وضع مختلف شوية بس بيبقى نتيجة هوا أول استراتيجية دي جاي نتيجة العوامل اللي ظهرها أمامه على الشاشة بالتأكيد من الكراءات كلها بالظبط عندنا أحمد شريب يقول جودي شيكتر 1979 آخر فائز بلوتورة فراري قبل سموخرة شكراً على المعلومات جودي تكام أهل سنة كام؟ 79؟ تسعة وسبعين جودي كالتسعة وسبعين وشو ماخر بعدها جي سنة ألفين واستمر عمل موسم جميل مع فراري وإلاها يعني عشرين سنة عشرين سنة استمروا ولم يفوزوا ببطولة الساققين بالظبط عندنا عشف عبدي بيقول كل حقبة تتغير القوانين تختلف موازينه كوة بالتأكيد بالتأكيد أحمد شريب يقول الويليامز عين الويليامز المكلارين تحز كده؟ الويليامز المكلارين شكله يشجع الاثنين ربما لا يعني فرقين فريقين يعني بعد الفراري الويليامز والمكلارين بعد الفراري مباشرة للأسف يعني نرى أن الويليامز بهذا المستوى للأسف للأسف الشديد لا هو مش بتكلم على تاريخ هو بيتكلم هما هو بيتكلم على هما عين هما الآن نعم 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 أفهم للأسف لأنهم في الموسم للأسف يعني نعم نعم معك أخي محمد عندنا من ثاني ما طوّك محمد يقول المرسيديس فريق لا يكل ولا يهدأ دائما يطور حتى لو كان متقدم في فريق الأخرى دائما يعمل على مزيد التطور عكس الفراري تماما وعندنا دي تريبا هو عادها تاني عندنا يقول كل ما أرى جو كلير تحدث قبول الفراري أحسن نحس على الفريق أنا أكلت الكلمة نعم 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 يعني هذي مشجعين يعني آراء مشجعين بزبط وبيقول أيضا نحس على الفريق عندنا أحمد بوريشا بيقول وقافات السيانة المزدوجة لمرسيديس كانت رائعة بالتأكيد يعني بالتأكيد أخي فرق بطل عالم خمس مرات وهذه الوقفات مثل ما ذكرت يعني هذه يتدربون عليها الوقفة المزدوجة التوقف المزدوج والتوقف الفردي يتدربون عليها أكثر من مرة يعني أنت يعني تلاحظ أنه توقف سيارة بثانيتين 2.2 second يعني تغير تتغير أربع إطارات وتنطلق السيارة من جديد بثانيتين وربما في بعض الفرق الويليامز والريدبول والمرسيديس ربما أو الفراري الفراري والريدبول والمرسيديس والويليامز عملوها بأقل من ثانيتين فهذا يعني هم أبطأ العالم يعني هذا يتدربون عليها باستمرار بزبط نخش بقى إيه إحنا كده وصلنا بغاية فريق رينو ألف روميو هاس فريق هاس هاس فريق ضائعين من من البحرين ضائعين للأسف للأسف يعني لم تكن متوقعة أبدا كان متوقع من فريق هاس أن ينافس في فرق الوسط ينافس الرينو لكن لا أعلم يعني ربما لديهم أيضا في اتجاه الداون فورس يعني انسيابية السيارة ربما تصير باتجاه الخاطئ لأنه لأن تعليق ماجنسون في سباق البحرين قال لدينا مشكلة في انسيابية السيارة لأنني كنت أرى السيارات المزودة بمحرك الفراري كانت تتعداني بسهولة فهذا معناه أنهم لديهم يعني لديهم مشكلة في في الداون فورس يعني ظهر أمامي تعليق أشرف يقول ما حجب وها شفت وها حنجيله دلوقتي حنجيله دلوقتي بس انخلص بس عشان ما نزعلش حد بوريشا بيقول الكبير فرناندو ألونسو وكان القرار الصائب لما نسحب من الفراري طبعا يعني على حسب ظروف وإيه اللي خلايا نسحبه كده كل واحد وظروف يعني عندنا أشرف بقى نجي بتعريك اللي شادك ده يا شباب ما أحد جاب سيرة بيريز والانطلاق الرائع وشكرا سلفا تختياتكم والمناقشة أفضل من كثير قنوات بارك الله بكلك ذوق هذا من ذوق الله شكرا لك يا أشرف شكرا بجد يعني يا رايت لو في كل موعد بس تكون معنا يعني لديك احنا نسينا نعتزل صحيح للأخوة أمس احنا تظهرنا أمس وعلننا تأجيل البس لليوم لأن الأسف كان فيه مشكلة نت مش من عندنا دي خارجية من الشركة اللي بتوصل لخدمة النيت فكان صعب موضوع البس جدا فعشان كده أجلناها لليوم والحمد لله تمت على خير كنا نتوقعين من هي ممكن ما تستبروا على حاجة الحمد لله الحمد لله نتمنى ذلك نتمنى ذلك نكلم أشرف باشا ايه حبيبنا دوت بيلي ولك بيريز بيريز يعني بصراح بيريز سائق رائع يعني وبيريز مشهور بالمحافظة على الإطارات بيريز من السائقين يعني بيريز وكيني من السائقين المشهورين بالمحافظة على الإطارات لفترة طويلة وكانت انطلاقتها رائع وكانت أيضا سيارة الريس بوينت يعني فريق الريس بوينت كانت سيارة رائعة وجيدة جدا يعني ف يعني أنا أشوف أنه أتوقع أن الريس بوينت يعني من هذا السباق سيبدأ بالتقدم لأنه محرك مرسيدس لديهم انسيابية رائعة فأتوقع أنه يعني ربما يقدم أداء أكثر روعة في سباق ماكو القادم أكيد أكيد يعني وبيريز يعني بالمناسبة ببيريز يعني لولا موهبته لما كان انتدب إلى فريق المكلارن في موسم 2013 في موسم 2013 يعني لما غادر لويس هاملتن فريق المكلارن يعني كان كان ببيريز والسائق الذي حل محلم هو فرص انديا بعد حل المشكلة بتاعته الموسم الماضي وبداية الموسم النص التاني من الموسم بعد حل المشكلة المالية وكلام ده كله بدأ يحصل تطورات وبدأ الفريق وتوسع بدأ يثبت أن الفريق فعلا يستاهل أنه يكون من الفرق اللي تحصل على فرصة أخرى وافضل في الفورمولا والي بالتأكيد وده اللي يظاهر حتى الآن نحن بتشوفه الفريق عندنا أحمد شريف يقول فيه مقطع بدور عليه الرئيس انجينير بيقول لسترول دوس على الانيرجي بدل التيم راديو في مقطع بدور عليه الرئيس انجينير يقول لسترول دوس على الانيرجي مهندس السباق مهندس السباق بيقول لانسترول دوس على الانيرجي بدل التيم راديو يعني لانسترول يعني بصراحة بالمناسبة لانسترول كان رائع في الفورمولا 2 لكن في الفورمولا 1 حوادث كثيرة في الموسم الماضي وكان أيضاً نرى أنه بيريز كيف تفوق على بيريز كان في المركز الثامن أو السابع كان في السابع في السابع أظم بيريز كان بيريز في المركز الثامن عندماcé في السابع أظم بيريز الثامن مركز الثامن Smith بيريز الثامن سابقا بيريز السابقinn سابقا بيريز السابع أخval سابقين السابقين مركز الرائع فarseقش ما لا буريق الموسم الماضي كمية الحوادث التي تسبب بها فربما من الضغط النفسي ربما فربما من الضغط النفسي ربما يعني وهو فيه حاجة كمان هو فيه حاجة على فكرة احنا لاحظنا مش كل كانوا أبطال وصائفين ممتازين في الفورمولا 2 وصلوا الفورمولا 1 مش كلهم بيعافوا يتكيفوا مع السيارة الخارقة للفورمولا 1 عشان كده بتلاقي النخبة بس اللي بتاعف تستمر في الفورمولا 1 منهم لذلك يعتبروا أبطال مميزين إن هي سيارة بختلفة في كل المعايير وفي القوة وفي الإنسابية وعايزة السائق وليس الفريق فقط السائق يستطيع فهم السيارة وتطورها مع الفريق وليس الفريق لوحده الفريق لوحده لا يستطيع إنجاز شيء ندي مثال بسيط للناس عشان تستوعب الفكرة ديت زي السيارة العادية إنت لما بتجي تسوق سيارة بتحس إن إنت لو إنت مستريح فيها بتحس تسيطر عليها إزاي تعملها لو حبيت تعملها حسن فيها حسنية مش مزبوطة وإنت سيارة في الشارع فهي ما تعرف هي محتاجة إيه بتروح تشح للتوكيل أو للميكانيكي المختص أو المهندس المختص إن هي محتاجة يحصل فيها كذا فبتبقى أنت فهم السيارة إنما لو إنت بتقود السيارة وإنت لا تعرف كيف تتعامل معها ولا تعرف إيه الحاجات التي توجد فيها إيه المحتاجة إن هي كيف تحل أو كيف تطور فكأنك محلك سر فإيه عشان كده مش كل سائتين الفورميلاتون بيستطيعوا إن هم إيه يتعاملوا مع سائرة الفورميلاتون التأكيد عندنا مطوق محمد يقول ألا ترون إن الحقبة إن الحقبة جيدة نعم الحقبة بدأت تفرض وجودها الجيد من السائكين بدأت تفرض وجودها نعم الحقبة الجيدة نعم 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 لا هذا السؤال أو هذا الاستفسار من معت أخينا معتوق هذا يعني كان المفروض إن شاء الله يعني كان المفروض سؤال معتوق بك نعم نعم نتكلم على يعني على استفسار معتوق لأنه أرسل إلي البارحة كان كان المفروض تعرف التأخير محمد بسبب الظروف يعني التقنية للأنترنت فأرسل قال يا ريتلو نتكلم في هذه الحقبة يعني في هذا الموضوع اللي هو يرى أنه الاعتماد على السائق أصبح يعني ليست الحقبة القديمة اللي هي حقبة الثمانينات أو التسعينات أو بداية الألفين التسعينات وبداية الألفين بالضبط بالضبط يعني الآن نرى مجموعة من الأزرار وطاقة كبيرة وكل شيء يتم بالكمبيوتر هذا يعني على فكرة الفورمولة من سنة خمسين من بداية تاريخها حتى لغاية تقريباً نقول مثلاً كان متعتمد بشكل كبير على السائق وتطولوا السيارة لم يكن بها زراير يعني كل ما ترجع للقديم أكثر هتلاقي أن السيارة كانت تعتبر بداية جداً بالنسبة للسيارة الحالية وكان السائق هو اللي بيسيطر على كل شيء وهو اللي بيحدث مع الفريق بطريقة أفضل طبعاً دلوقتي هي بيتعاملة زي الكمبيوتر أو اللاب توب كله زراير بس برضو ده بيحتاج أن يكون سائق جيد بيعطي تتعامل ويفهم مشاكل السيارة عشان يطورها مع الفريق لأن مش الفريق قاعد في السيارة بيسوء على الحلبة هو اللي بيسوء وبيعرف بحسس السيارة بتستجيب بإيه بتعمل معا إيه آآ في داون فورس في آآ مش عارف في مشاكل في انسياء كذا في سبين بيحصل بسبب كذا هو اللي بيقدر يب يوصل المعلومة دي للفريق ويقدر يطورها معهم عشان هو بطريقة فياطة بالتأكيد 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 يعني أخ معتوقي يعني كان في استفسارة يعني خل أقرأ أقرأ الاستفسارة أقرأ استفسارة يقول أنه يعني أريد رأيكم في موضوع المحركات الهجينة فأنا لي رأي خاص بهذا لقد كان في السابق يعني سائق يعني يستعمل يده في تغيير علبة التروس كانت يعني وكان يعني مجال المحركات يعني لما كانت المحركات كبيرة V8 عفوا V10 V12 فكانت يعني السيارة عبارة عن وحش وكنا نشاهد يعني مستوى الفرق متقارب أما الآن أصبحت الأزرار ومراكز القيادة هي اللي تقود السائق والأموال الطائلة التي يعني تطلب التطوير التكنولوجي ما جعل العديد من الفرق تنسحب لعدم مجارات هذا النسق العالي من المصاريف وأصبحنا نشاهد عدد قليل من المصنعين فهنا لك فرق تستعمل محركات فراري مرسيدس رينو وهوندا فقط وكلها محركات أقل قيمة فنية من محركات التي يستعملها المصنعين لأنهم يستعملوا المحركات الأسوأ أكثر تطورا لنفسها لهذا السبب لن نجد المنافس فأين محركات المصنعون الآخرين مثل البي ام وغيرها فيها يعني وفي الأخير يعني الأموال والفرق القوية هي المسيطرة على الفرم الوان أولا يعني بالنسبة لهذه السيارات بالتأكيد يعني سيارات الحقبات الماضية اللي هي التسعينات بالتأكيد كانت يعني عبارة عن وحش وكان السائق يبذل مجهود كبير نذكر أنه نايجر مانسل نزل من السيارة وأغمى عليه من الجهد البدني يعني هذا لكن هذه يعني يعني التطور التقنيي يجب أن تتطور المحركات وذلك نرى أنه في حقبة المحركات V8 مثلا في حقبة المحركات كم كانت طاقة المحرك بحدد 750 حصان أما الآن في محركات V6 التوربو مع التوربو تشارجر والإيز ربما تعدت الألف حصان وفي يعني فالحقبة يعني في قوانين 2021 التي يعني سيتم أقرارها ربما تعبر الألف حصان بكثير ربما نخل ألف ومئة حصان Y 73 ربما تطور تقني ويطلع الألف حصان أنت بتخل tension الله عنه لكن كل контр Institute بالضبط فهذه يعني التطور التقني لابدة منه يعني للَّفتح يعني لأخذ مثال آخر يعني السلامة في السيارات الأمان و السلامة في السيارات كانت في حقبة يعني لو كان الحالو موجود ربما في أيام إيرتون سيناء ربما لما كان مات إيرتون سيناء وبالتأكيد لما مات جول بيانكي وربما لو لم يكن موجوداً الحالو ربما لتعرض لوكلير لحادث مميت في سطافة عند المنعطف الأول هذه الأمور التطور التقني لابد من التطور التقني أما أنه يقول أنه نرى أنه الفرق المصنعة تستعمل محركات أفضل من الفرق الزبونة لا الاتحاد الدولي حدد شروط صارمة شروط صارمة بذلك أنه المحرك اللي يستعمل في الفرق المصنعة هو نفس المحرك مع البرمجيات في البداية لم يكن شرط البرمجيات من ضمنها ولذلك كنا نرى البارتي مود عند المارسيدس ولم نكن نراه عند بقية الفراري لا 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 في موسم 2014 و15 الفراري كان البارتي مود في موسم 2017 لكن في البداية بعدها الاتحاد الدولي أصدر قانون خاص أنه يجب على الفرق المصنعة أن تزود الفرق الزبونة بنفس المحركات ونفس البرمجيات هيا الفكرة بابا بيجي الاختلاف من هنا أن أنت إزاي كفريق إمكانياتك بالمهندسين والناس اللي عندك تحت تتعامل مع المحرك ده بطلب ولكن الفرق الكبير بين فرق المقدمة وفرق المتوسط الترتيب هو بسبب النفقات يعني فريق فراري ومرسيدس بحدود ال400 مليون دولار ميزانيتهم فريق الردب اللي يأتي بالمركز الثالث بحدود 350 مليون وبعدها تأتي الفرق تباعا فيعني ترى فريق الوليامس كميزانيت 150 مليون وهذه النشر بالمناسبة على صفحتنا في صفحة الفيتستوب نشرناها الشهر الماضي بالنبض هذا الفرق الفرق هو في المصاريخ نعم يعني رأينا انسحاب فريقي كاترهام وماروسيا بسبب عدم تمكنهم من مجارات هذه الملاخص المختصر الكلام ده نقول ان هي تعتمد على كيفية تعامل الفرق مع المحركات الموحدة المكررية والفورميلا وانت ماشي اه اي المحركات كلها بنفس الكوة بنفس جودة بنفس كل شيء بس بتختلف انك فريق هل انا هعرف المهندسين بيتوعي والسائكين هنعرف نتعامل مع المحرك والسيارة زي فرق الاخرى المصنعة ولا لأ ممكن يعني ممكن يعني انا فاكر في احدى المواسم في رأي هي بتصنع اه احدى المكلارين مثلا او رينو وقتها بتصنع المحرك وعندها سيارة هي اه فريق رينو بلاش اقرب مواسم لها بتاعتها هو وقت عصر الريدبول مع فيتل رينو اه محركة كوي مع الريدبول ومع البرمجيات وكانت ممتازة جدا وبيتغيروا سيارة خورة فيها تماما في نفس الوقت فريق رينو معها نفس المحرك اللي هو اصلا هو اللي مصنعه ومش عارف يعمل نفس انجاز الريدبول بتأكيد 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 اللي مصنع المحرك افتل مع الريدبول وعرفت توظف المحرك بالأجزاء المحرك كلها بالسيارة ان هي تستخدمها صح ومحرك رينو نحن عارفين الريدبول لا تصنع محرك لا اصنع المحرك اذا تخدمت بلاش именно لا في موسم 2016 في موسم 2016 كان الريدبول افضل من محرك يعني استعملوا المحرك الرينا لكن الرينا في مؤخرة الترتيب والريدبول تناسف الفراري لذلك هو موضوع تيم كامل كيف تتعامل مع هذه المحركات ولديك الفريق الكادر الهندسي الذي يتعامل باحتراب عندنا أشرف العبد يولمار رأيكم بجوفيناتزي كونه لحد الآن لم يقدم أي شيء أسكر جوفيناتزي لا أرى له مستقبل في الفورمولا 1 بالنسبة لي أكيد لنفكر ليس الموسم الماضي الموسم القبل الماضي في موسم 2017 حدث كبير في الصين عند خط البداية والنهاية لم يعرفت كيفية التعامل مع سيارة الساوبر كانت في ذلك الوقت سيارة ساوبر وعمل حادث كبير في خط البداية والنهاية لذلك أنا أرى أنه رأيي شخصي رأيي شخصي ربما غيري يرى غير ذلك لكن رأيي شخصي بجوفيناتزي ليس له مستقبل كبير في الفورمولا 1 بعدين يوزيوسيف بصراحة لك تفتقدنا أوكون هذه السنة والمعركة المتقددة بينه وبين بريز بالتأكيد للأسف أوكون ليس لديه مقعد هذا العام للموسم الماضي المقبل لحد الآن لا يوجد له مقعد لا يوجد له مقعد لحد الآن قد يزل ساكي اختبارات وقد الله أعلم اللي هيحسن ما عادش عارف السنة لكن أتوقع ممكن يزمي لريدة أخرى أتوقع لا أتوقع ذلك لا أتوقع ذلك لكن أتوقع أن أن المرسيدس اللي لم توفر له مقعد في الموسم القادم أتوقع أن الريد بول ستحطفه بيشيان هورنر و هلموت ماركو عينهم على أوكون طيب عندنا أشرف عبدي بيقول الفورميلا تحول جزء كبير منها كتطوير للمصانع العملاقة حيث يتم نقل التكنولوجيا إلى السيارات الرياضية في الشارع لذلك أصبحت المتطلبات التطويرية والتصابق الابتصادي حتم عليهم تطويرها الوكترونيا بالمقام الأول هو ده أكيد على فكرة السيارات اللي هنحن بنشوفها في الشارع الآن يعني السيارات الفورميلا أي تكنولوجيا بتنزف يقبلاش عن نزام لو نتكر فترة استخدام فرامل الأي بي اس في الفورميلا لأنها كفترة قصيرة تم استخدامها فيها في السيارات الفورميلا نزلت لسيارات اللي هي الرياضية في الشارع زي الفراري واللمبورغيني وبورش وخلافه فرامل الأي بي اس النزام الأي بي اس الفرامل الآن أصبح في دمع السيارات تكنولوجيا السيارات الحالية عيمة تماما على تحديثات بتوصل لها الفورميلا من سواء المحركات أو غيره يعني مثلا بلاش مثال آخر غير الفرامل المحركات احنا غات امتى وقت قريب كنا نسمع ان انت ممكن تعمل محركة أقل من 3000 سي سي عشان يتديك فوق 700 حصار دلوقتي مرسيديس منزلها سيارات محركات 2500 سي سي زي الفترة العقب السابقة في الفورميلا وسميدا بتديك قوات عالية جدا وسرعات بتوصل فوق 300 في الساعة بلاش ايضا من الامثلة نيسان نيسان ورينو وبعض السيارات اللي هي العادية نبعد عن السيارات زي البسيط عشان الفاقة العادية منزلين زي كاشكاي كاتجر مش عارف هي سيارات تعتبر كروس أوفر عالية وزن تقيل محرك 1.2 1.6 تيربو تشارجر وشوف التكنيوجيا دي اللي هي بتستخدمها تفورم أخي محمد سبب سبب أقرار هذه القوانين الحالية اللي هي V6 مع لإفادة المصنعين لا سبب أنه أنه هذه التقنية سوف تطور للاستفادة منها في السيارات التجارية ولذلك ماشي هو استفاد وهي نزلة الآن نزلة الآن نحب نرى محركات 1.2 1.6 تيربو ومحركات ومورسيجيس منزلة سيارات لها تيربو طيب هذه نقطة المحركات تم إقرار المحركات هذه الصيغة من المحركات الهجينة بسبب هذا العامل أنه ستستعمل هذه التقنية في السيارات التجارية أيضا حجم الإطارات حجم الإطار في 11 إنج سيتم إقرارها في الخوانين 2021 وأيضا هذه الاستفادة منها في السيارات التجارية أو الرياضية التجارية كل شيء يستفد منها كل هذه كل التقنيات العالية تجرب وتطور في الفوربولا وان وبعدها يتم تحويلها إلى السيارات التجارية بصورة عامة عدنا سوفيان AMG سلام عليكم عندي سؤال يا أخي السائقين السيارات الفورميلا وان الحدود العمر قصدي السناء أو هو أمش فهم السؤال في التعليق الثاني يقول السائقين لا يوجد عندهم شرط في العمر قصدي يعني كم سناء لا لا يوجد أما يعني نحن نرى كيمي رايكونن دخل في الأربعين ويتسابق مايكل شماخر أعتزل إمتى ورجع عمره كم؟ ورأينا ماكس ماكس فورستافن ليس لديه رخصة قيادة في الشارع وكان يتسابق في فورملاوان فلا يوجد هناك ومايكل شماخر لما أعتزل قبل مايحصل له الحادث كان أصلا أعتزل الفورملاوان ورجع ندوم لمرسيدس عاد عمره 41 سنة واعتزل عمره 44 سنة هي ليست بالعمر هي بشروط الجسدية والعقلية والنفس الجسمانية بذا فيها مؤاحينات يتؤهلوا الاختبارات بيعملها بالزبط بتعملها له الفورملاوان والفريق اللي حينضم ليه عشان يتأهل وياخد أو الرخصة إنه يبقى صائق صيارة فورملاوان غير كده لو ساقط في اختبار واحد أو جد فيه ضعيف أو أهل من جيد جدا أو يعني هما ليهم كدر مستوى معين لا يكل عنه الصائق لو في اختبار واحد من الاختبارات ديت هيعدد اختبارات كثيرة ما يعديش وياخدش الروس شوف لو اختبار واحد من عدد اختبارات قصية راشيد بقول الفورملاوان ينقص دخول فرق مصنعة لزيادة الحماس وحتى زيادة المشاهدة مثل الأودي والبي والتيوتا والبي جو على فكرة البي كانت موجودة والتيوتا سابقا هما طلوا عشان لا يفيد هم كشركات مصنعة للسيارات العادية في التركات فكرة تكنولوجيا راح بيدي عندهم شوية المفروض على حسب قوانين 2021 وده اللي اسمعنا من الفورملا والإفا إي إي إن قوانين 2021 معمولة لتوفيق الميزانية وفي نفس الوقت لاندمام مصنعين آخرين للفورملا وده اللي هنبدأ نشوفه بعد موسم 2021 لعل وعسر ربما بعد إقرار القوانين المحركات لأنه الشركات اللي ذكرها Audi أو BM أو Toyota أو Bejo لا أعتقد أنه البيجو كانت في الفورملا وان سابقا لا أتذكر لكن البيم و Toyota كانوا إلى موسم 2009 و2009 وانسحبوا لأنه بسبب الأزمة الاقتصادية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية أخي محمد أزمة الأزمة الاقتصادية وكمان بقاش لها مردود عائد لهم كمصنعين بالتأكيد دون أدنى شكل فالآن لدينا أوستن مارتن لدينا الـ Audi ربما الـ Lamborghini وربما كيوتا دخل كشريك مع الردو ليس مصنع بل هي بك مطور الأستن مارتن لكن الآن يعني يعني يريدون أن يعرفوا الصيغة النهائية للمحركات يعني للقوانين المحركات لموسم 2021 قبل أن يقرروا الدخول في يعني ليست الـ Audi وعندك اللامبرغيني والأستن مارتن والفولغسفاغن والتيوتا ربما في الأخير هذه كلها تريد أن تعرف كيف ستقول القوانين الجديدة في أي اتجاه لذلك حتى الفرق الحالية عايزة تعرف ما ستقول عليه القوانين الجديدة حتى يكرروا ماذا سيفعلون في الفورميل وانت بالضبط 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 لذلك هذه المحركات هي عبارة عن جيل معقد من المحركات ولذلك نرى أنه يعني الشركات الكبرى تتحفظ على الدخول للفورميلة وان حتى هنجد أيضا بسبب موضوع القوانين 2021 أن السائقين حتى الآن متحفزين على انضاء عقود بعد 2020 ينتظرون القوانين وما سيحدث في عالم الفورميلة وان ومع الفرق خاصة الموجودة حالية في الفي التي يعني الكوانين اللي ستطلع يعني سيوقع لها آخر في الشهر القادم آخر شهر الخمسة هم كله في الانتظار سواء كت المصنعين ينضموا الفورميل او السائقين والمصنعين الحلقين الموجودين في الفورميل كلنا في الانتظار ايه اللي عيحصل وماذا ستكون نتائج هذه الكوانين عندنا ما رأيكم باختيارات الفرق لإطارات سباك باكوه ومشكلة الإطارات الصفت الذي تعاني منه جميع الفرق بسبب تأكله وفقدانه للحرارة بسرعة مع العلم انه سطح الحلقة بتباكوه املس بشكل كبير لو تجيلوا الحديث عن باكوه للحلقة القضبة حسب بنامجكم ازاي او احنا الحلقة او البنامج يا اشرف بيكون بعد السباق مش قبل انا مش اسبوعي احنا مع السباق احنا مع السباق احنا نزلنا النهاردة الاتارات هتصدر في باكوه علنت عنها بريلي فزا ما احنا شفنا هيستخدموا الاتارات السي 2 والسي 3 والسي 4 عندنا الاغلبية واخدين سي 1 مجموعة واحدة معادة ريكاردو ورايكونين وكيفيات وعندنا راسل هما دول واخدين مجموعتين ليه السي 2 السي 3 تقريبا للاغلبية ايضا واخدين ما بين 4 مجميع زي هاملتون وبوتس معادة فيتل وليبليل واخدين خمسة الباقي كله ما بين 3 مجميع لمجموعتين او مجموعة واحدة ده اللي هو دانيا ريكاردو بس الباقي كله تروح بين مجموعتين 3 مجميع بالنسبة للسي 3 السي 4 واخدين كان مجموعة واحدة ثلاثة اربعة خمسة ست تمانية الاغلبية تمانية ايضا معادة فيتل وليوكلير واخدين سبعة وبعد الفرق زي هالكنبرج وماجنسون او بعد الصفين اسف ريكاردو هالكنبرج واخدين تسعة بالنسبة للسي 4 بتقريب في الاختراض طبعا انا اقول بس ملحوزة بعد عزقنا اللي هو سباك الصين او من بداية الموسم الاختراض الاطارات بيكون قبل بداية تاريخ موعد السباك بما لا يكل من 3 شهور الى 4 شهور حتى تتسنى لبريلي ان تكون بتصنيع كل هذا العدد من الاطارات للجائزة او للسباك احنا اختراض باكودي قائمة من نهاية الموسم الماضي ممكن نقول من شهر 11 او شهر 12 نعم نعم اختيارات الساققين للايطارات في باكو ممكن تدينا رؤيا ايه اعتقد انه الايطارات الاقصى اللي هي باللون الابيض C2 اختار C3 وC4 اعتقد لن يتم استعمالها مطلقا اتوقع انه لن يتم استعمالها مطلقا حلبة شوارع يعني في الموسم الماضي نحن رأينا انه استعمل الالترا صوفت كانت الالترا صوفت والسوبر صوفت ومجموعة واحدة من اطارات الصوفت اللي كانت صفراء فرأينا اطارات الصفراء والاطارات الحمراء والاطارات الارجوانية او البربل الالترا فايلت مثل ما يقول عادي الامام الاشعة فوضى المحشية المحشية اعتقد انه سيتم استخدام اطارات C3 وC4 فقط في السباق اطارات C2 لن يتم استعمالها لانه حلب الشوارع ونرى انه فراري ومرسيدس ربما متطابقين في اختيارهم للاطارات ان يعني نعرف احنا نحن نعرف انه لا فراري فراري في C3 مرسيدس واحدة في C3 اربع مجموعات لل C3 اربع والفراري خمسة والفراري خمسة C4 مرسيدس واحدة تمانية وفراري سبعة اي نعم بالتأكيد انه والفراري والمرسيدس اتفقوا على انه الاطار الاقصى اللي هو C2 مجموعة واحدة اخي محمد اخي محمد بس ما اسمه لي اختيارات الاطارات عشر مجاميع يتم اختيارها من قبل الفرق هلو هلو معك معك ايو معك اولا نعم اشر مجاميع يتم اختيارها من قبل الفرق والثلاث مجاميع الباقية برالي تختارها وضح بقى النقطة دي للساوكين عشان اعزل عزنا المشاهدين عشان يفهموها ليه ليه لا يتم اختيار جميع الليترات هذا قانون هذا قانون ويعني من قوانين الافاي اي اي انه الفرق تختار عشر مجموعات فقط كل سائق يختار عشر مجموعات وتبقى ثلاث مجموعات تختارها بريلي تفرضها على الفرق لذلك لماذا يسمح بريلي تختارها وليس السائقين في توقعي انه بريلي ستعمد الى اختيار ثلاث مجاميع من كل يعني تعرف انت في كل جائزة كبرى لديك ثلاث انواع من الاطارات الان ستعطيك ثلاث مجاميع وبقية الاختيارات يتم اختيارها من قبل السائقين لا انا اصد ايه الهدف ان بريلي تختار يعني ايه الفكرة اول اللي هم عادين يوصلون ايه 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 الميزة ان بريلي تختار الثلاث اخر تنويع تأخذ تنويع استراتيجي يعني انت يعني احنا نعرف انه يعني قبل اربع مواسم كانت كل سباق لديك مجموعتين نوعين من الاطارات هارد وصوفت يعني ربما كان ميديم وصوفت او صوفت وهارد او صوفت وسوبر صوفت لما كان في موناكو ف لما اتفقت بيريلي مع الاتحاد الدولي على انه يعني يريدون تنويع اكبر الاستراتيجيات فاضافوا يعني اضافوا نوع اخر من الاطارات فاصبحت كل جائزة كبيرة لديك ثلاث انواع من الاطارات الاقسى واقل قساوة لا لا نقصد اين نقصد تفرض ثلاث اطقم من الاطارات فتعطيك واحد صوفت واحد هارد واحد سوبر صوفت يعني او يعني الان يعني صوفت وميديوم وهارد تعطيك ثلاث مجموعات والفرق تختار العشر البقية السبب يعني السبب التنوع استراتيجي عندنا مطوّق محمد بيقول بروست بيجو يا داود ولم تنشط كثيرا في فورم ايه بروست بيجو بروست انا بروست يقصد اين انا 14 اسبوع يا معتوق 14 اسبوع يعني كم لأ معتوق لي في الاول فوق بروست بيجو بيجو يا داود ولم تنشط كثيرا في الفورم الى ولم تنشط الإطارات بروست بيجو نعم بروست بيجو يا Даود ولم تنشط كثيرا في الفورم ما اذكر يعني ربما اشتركت في الثمانينات ان في الثمانينات كنت يعني لازلت يعني كنا ليس صغيرين أيضاً في الثمانينات لم تكن السوشال ميديا وانتشار الفورملاوان مثل الآن الآن أنت تستطيع أن تتابع أخبار الفورملاوان عبر النت كثير من المواقع لديك تابعها أما في الثمانينات ليس لديك إلا المجلات المجلات المتخصصة بذلك والسباق يعرض مرة واحدة هذا إذا عرض يعني إذا اشتركت فيجو نعم عفونا عفونا عندنا يزر سيف يعني ماذا لو كانت الريد بول تزود بمحركات فراري أو مرسيدس لكان لرأينا العجب العجب عب الزبط مع عدري النوي يعني وكريسان هنا بسم الله ما شاء الله نشوف أشوف عبد يقول أزبعتاشر أسبوع يمكن هي فعلا أشوف أربعتاشر أسبوع فيما يعني هي يعني احنا حسبنا أربعتاشر أسبوع يعني تلات شهور أربعة شهور بضل بضل أو بضلت أربعة شهور تلاتة أشهر ونصف إلى أربعة فإحنا قلنا هي تبقى من تلاتة لأشهر من تلاتة لأربعة شهور في الوسط دوت يعني فينا فرق أسائقين أو فرق بتقدم اختياراتها للإطارات في اسميدة قبليها بتلات شهور فيه بماكسيموم أربعة يعني هما حطينهم فيه فرق فاصل بماكسيموم شهر عشان يبسي بفاطة اختيار اليوم عندنا أشرف عبدي بيقول أيضا بعد التجارب الحرة سيتساوون في المجميع بعد أن يستعمل كل فريق الإطار الذي يختاره بعدد أكبر هذا ما تعودنا عليه بالتأكيد 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 أشرف عبدي بيقول بريلي تفرض اختيارها لفرد التحدي على الفرق وجعلهم يعملون على معطيات الإطار أي بطلبط بطلبط هذا يعني هذا يعني تفرض تحدي استراتيجي يعني يعني التنوع استراتيجي على كل الفرق بالضبط نحن حبينا نوضح هذه النقطة نتكلم معنا علشان أصدقائنا وأخواننا معنا على الصفحة ويتابعوا البس معظمهم بيقول لسه جديد الفورميلا وان أول معلومة دي سعب بيشفى ما بيسأل عليها خاصة عندما بيلاقي السؤال ده بيتكرر ليه بيحصل كذا يعني بفترة ده يختاروا السائقين طب إيه عدد الإطارات يختاروا لي يختاروا عشرة وثلاثة بريلي كلام ده كله فحبنا نجاوبهم عليهم لما يتابعوا بس إن شاء الله سواء كانوا بيتابعوا حاليا أو بيسمعوا بعدين عندنا آخر حاجة كساي رشيد يقول لو يرجعون تعبئة الوقود أثناء السباق يعطي مطعة للسباق أو هيعطي مطعة وتلاقي البيت وين ولع نحن شفنا بلكده الوقود كان بيولع مش بيولع مجازا تهريك ده كان بيولع فعلا نعم نعم في أكثر من حالة خرطهم الوقود لم يفتح من سيارته أظن أحد سيارات الفورس اندية أو الويليامس أو الرينو وطار البنزين وحرق خوذة كيمي رايكونن لما كان في الفيراري لذلك أعتقد الاتحاد لأسباب السلامة لأسباب السلامة يعني وقفوا هذه التزود بالوقود لكن هو بالتأكيد يعطي مطعة للتسابق لكن هذه قوانين السلامة وقوانين الاتحاد الدول لأنه هيكون أكثر حاجة تاخد وقت في التوقف ولو ألا يعني أنت لو بتعمل التوقف في السنيتين ثلاثة هيبقى أطول بسبب التزود والوقود وده اللي كان بيحصل سابقه نبل كده فطبعا هيبقى مطعة بس هتلاقي دايما بيخبط لك البلان كله ده طيب إحنا كده نعتبر خلصنا وجوابنا جابين عزقنا أصدقائنا المشاهدين ويتابقونا معنا بيخص سباق الصين كان سباق ممتع وغريب وعلى الله نشوف باكوه هنشوف حاجات أمتع لعلها عسى إن شاء الله أن الموسم يستمر بطريقات آخر سباق يكون ممتع ولا نحسش بميلة الوقتات سنراكم إن شاء الله قصير رشيب إن شاء الله الإسبوع القادم بعد سباق باكوه سنراكم يوم الاثنين إحنا نعتذر إن الإسبوع ده كان يفوت يوم الاثنين وكتبنا حصل تأجيل الموعد بسبب خارج عن إرادتنا كانت مشكلة تكابل خاصة بالإنترنت خارجي كانت مشكلة بعيدة عننا تماما ممكن نشعفين إزاي نبدأ البس وكده فأجلناها لما قالوا هياخد يوم ويتصالح عندنا طب حاجة أخيرة يصرف بيقول حقيقة حقيقة إطارات بريلي مؤملة لو رأينا منافس لبريلي وارجوع مشلن أو بريجسون ستاعل البطولة يمكن تنافس قوي دي أنا هجاوبك عليها سريعا أي على فكرة ما هاش دعوة بالملل بريلي أو مشلن وكذا دي اشتراطات بتفردها إن هما عايزين إطارات ومواصفات كذا عشان تزيد نسبة التآكل ونسبة التنافس والسرعة بقيعة أنا إنت لو جبت مشلن حيعملوا نفس المواصفات حيعملوا نفس المواصفات اللي فرضاها الفورميلا وان ما لهاش دعوة بنوع الشركة اللي بتصنع الإطارات هي كلها بتبقية تبقى للمواصفات اللي المفتوضة عليهم مجيها الإطارات إنتاج المطار موجودة دائما عندهم إيه إنتاج المطار المطر قصدو هي بتبقى موجودة لأن أنت ساعات بعض الحربات كان يحصل فيها في السنين الماضية أحياناً يحدث فيها أمطار فبتبقى المتوفرة وقت ما يكون فيه مطر بتخرج الإطارات دائماً مش موجودة بتفضل للسباق اللي بعده أشرف العبد يعطيكم العافية أمامك السرطان شكراً للأشرف ودائماً تشرف نكون معنا وساعدين بوجودة ووجود جميع الأخوة العزة يا أهلاً وسهلاً ونتمنى أنه تواجدك دائماً ويعنا أخي أشرف أكيد أكيد بنتمنى وتمنى جميع الأخوة يكونوا موجودين معنا إن شاء الله نراكم بعد السباق باكو يوم والإدنين إن شاء الله إذا ما يحدث في الأمور لو حصل شيئاً هنبلغكم زي ما بلغكم هذا الفيديو إن شاء الله سيظل حتى الصباح على الصفحة وبعد ذلك هنشيله ونرفعه على اليوتيوب وهنحط اللينك تلك اليوتيوب اللي يتسنى للجميع من يريد أن يكون بتحميله أو رؤيته بجودات مختلفة اللي إحنا عاكمين الموضوع ده بيبقى صعب على فيسبوك ولكن بيكون أسهل عن طريق اليوتيوب وغير كده إحنا القناة بتاعتنا على اليوتيوب بيتستوب محمد صالح نفس اسم الصفحة بالزبط بيتحط عليها الفيديوهات اللي إحنا بنرفعها عشان تكون أرشيف ومرجع للإخوة العزاء المتابعة الفورمولا 1 سواء كانت الفيديو لايف أو كانت فيديوهات فيها معلومات وأخبار عن الحلبات اللي إحنا بنزلها قبل كل حلبة أو قبل كل جائزة ما تنطلق بأسبوع أو بأربع خمس سيان باكسل نشكركم جداً وعلى أسئلاتكم كانت حلقة فعلاً ممتعة جداً النهاردة ونراكم على خير بعد سباق باكو ونراكم على خير يا داود إن شاء الله تصبحون على ألف خير إلى كل المتابعين وإن شاء الله سعدنا بتواجدكم معنا وإن شاء الله يستمر هذا التواجدكم في السباقات القادمة ويا رب يكون يعني أجبنا على اللي نقدر على اليه وتحياتي لكم جميع إن شاء الله تصبحون على ألف خير نشوفكم بخير إن شاء الله بعد أسبوعين تقليلاً إن شاء الله إن شاء الله مع السلامة تصبحون على خير مع السلامة مع السلامة مع السلامة إثناء مع السلامة إن شاء الله وإشتركوا في القناة وإشتركوا في القناة وإشتركوا في القناة